اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشرين غارة روسية من ليلة أمس حتى هذه اللحظة أكثر من ثلاثين شهيد عشرات الجرحى من المدنيين حالة خلعة كبيرة في صفوف المدنيين بمدينة إدلب حالة نزوح كبيرة أيضا في صفوف المدنيين من مدينة إدلب غارات تستهدف فقط مساكن المدنيين كما نشاهد الآن هي لحظات الأولى الاستداف الضيران الروسي لهذه المنطقة هناك جرحى كما يخبرنا ذلك الدفاع المدني الآن وصلنا إلى مكان الغارة كما نشاهد حالة رعب في صفوف المدنيين إذن كما شاهدنا الاستداف المباشر في مساكن المدنيين فرقة الدفاع المدني والإسعاف لا تكاد تهدأ من إسعاف الجرحى في مدينة إدلب حالة خلعة كبيرة في صفوف المدنيين كما نشاهد جرحى أكثر من أربعة جرحى في هذه المنطقة بعد وصول الدفاع المدني إلى هذه النقطة وفرق الإسعاف في مدينة إدلب استداف أخر الآن في مدينة إدلب هذه الغارة العاشرة منذ صباح هذا اليوم عنAY مدينة إدلب الخلف فيولادين تحت فيولادين تحت خيار يLaAB ضويله 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 بالكاميرا تعب تعب ويني ولدين في عشرين سبعة الفين وستعاش قام نظام الأسد وأعوانه بشن عدة غارات على مدينة إدلب على الأحياء السكنية والقطاعات الخدمية أكثر من 15 غارة أدت إلى عشرات الجرحة وخروج مشفى الوطني عن الخدمة وهنا في المكان الذي نحن فيه هي الغارة على المشفى الوطني وما زال القصف مستمر على مدينة إدلب وفرق البحث والأنقاض من الدفاع المدني تقوم بعملية إخلاء وأسعاف الجرحة وانتشار العالقين من تحت الأنقاض طيب أنتو كدفاع مدينة عم تلحقوا تشيلوا الجرحة من تحت الأنقاض عم تلحقوا تتوصلوا لنقطة ضربة باللحظات الأولى لانتشار الجرحة؟ الحمد لله يعني استنفار كامل 24 ساعة حاليا 35 شاب موجود بمحافظة إدلب مخدم بسيارتين إسعاف سيارتين بحث وانقاض بالإضافة لسيارة أطفاء وتراكس موجود لتدخل في حال حدوث أي ضربة أو حانسة الحمد لله تغطي أكتر من 90% بالمحافظة عشرات شهداء وعشرات الجرحة موجودين هلأ آخر غارة كانت هي هون عن المشفى الوطني ترجمة نانسي قنقر